اشتركوا في القناة للزلازل وكنت انا باستمرار وانا قاعد لوحدي اكتب بخط ايدي كده مفيد فوزي من برلين ايش معنى برلين ولا كنت تفهم يعني ايه اعرف انها عاصمة المانيا يعني بدأ يعني يميل عند حضرتك فكرة العمل الصحفي والعمل التلفزيون واضح واضح لانه بتشوف نفسك مراسل صحفي حسيت كده وكنت فعلا اتمنى ان انا اكون زي حسنين هيكل ده كان النموذج الاعظم في العمر وهو ايقونة النجاح في نظري ان انا تحصل مشكلة في بلد اسفر لها يحصل زلزال في اليابان اطير الى توكيو يحصل مشكلة في الحكم في الباكستان اكون موجود بالليل اسف للمقاطعة الاستاذ هيكل كان ايقونة النجاح بالنسبة لحضرارك نعم نعم ليه وبعد حتى ما حضرارك تحققت لأ وشفت العمل الصحفي قبل كده ما كنتش تحققت ما بقول لحضرارك بعد ما تحققت لأ هل استمرت النظرة دي للاستاذ هيكل امال لان انا اريد كتاب لي في التوجهية من سور الاسبكية اشتريته بيرشين ساغ اسمه ايران فوق بوركان اريده عشر مرات اطبعا دمهد للمسرح كله شيء خرافي في عمري وايه رأيك ان انا لما اشتغلت بالتدريب في مجلة صباح الخير اول مرة كان احمد بهاء الدين بيكلفني اروح اصوام واعمل موضوع عن السد العالي اللي كان عمره في ذلك الوقت سنتين فكتبت مقدمة عظيمة لكن الاستاذ بهاء نداه لي وقال لي كل ده هتشتبه بيدك انا مش هشتبه